اشتركوا في القناة وتمتلك السيارة الرياضية سقفا زجاجيا قابلا للإزالة وتعد بمثابة نسخة محدثة من السيارة الأولى التي أنتجتها الشركة في الفترة من 2008 إلى 2012 وهي تتسع لأربعة أشخاص إلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت إنستجرام يوفر خاصية طلب الانضمام إلى البث المباشر للأصدقاء بعد أن قامت خدمة إنستجرام في الصيف الماضي باختبار البث المباشر المشترك للأصدقاء وترحه على نطاق واسع في أواخر تشرين الأولى الماضي أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي عن خيار جديد يمكن الأصدقاء من طلب الانضمام إلى البث المباشر مع أصدقائهم من خلال ضغطة زر واحدة صحيفة اليوم السابع المصري عنونة باحثون يبتكرون بطارية جديدة توفر مستويات عالية من الأمان ابتكر مجموعة من العلماء بطارية جديدة تعتمد على السوديوم بشكل أساسي ولديها القدرة على تخزين المزيد من الطاقة مع الحفاظ على مستويات عالية من الأمان والموثوقية وركز الباحثون من المختبرات السويسرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جينيف على مزايا البطارية الصلبة التي توفر الشحن جنبا إلى جنب مع زيادة سعة التخزين وتحسين السلامة وإلى صحيفة الوئام السعودية التي عنونت هاتف آيفون SI2 قادم في النصف الأول من 2018 تعمل شركة أبل على تطوير الجيل الثاني من هاتفها الذكي صغير الحجم آيفون SI على أن يصل إلى المتاجر في وقت ما من النصف الأول من عام 2018 وذلك وفقا لتقرير جديد صادر عن صحيفة ديلي نيوز الاقتصادية الصينية وكانت الشركة قد كشفت النقاب عن النسخة الأصلية من الهاتف في شهر مارس 2016 لذلك قد يكون من المنطقي أن يظهر الجيل الثاني من الجهاز في نفس الوقت من العام المقبل